دكتور بيلال دعني أبدأ معك مما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية أن الاستخبارات كانت على علم بهجوم السبع من أكتوبر قبل أسبوعين من حدوثه مثل هذا التقرير أو هذه الوثيقة تطرح تساؤلات عدة للصراحة وهنا أبدأ من قراءتكم بداية لمثل هذه التصريحات ولصدورها في مثل هذا التوقيت بعد ثمانية أشهر من الحرب صباح الخير يعني أولا فيما يتعلق بمثل هذه التسريبات هي ليست الأولى من نوعها نحن نتحدث عن تسريبات قدمت من قبل أطراف عد في بداية هذه الحرب وحتى هذه اللحظات التي تشيرون فيها إلى تقرير الاستخبارات العسكرية والاستخبارات التي قالت بأن هناك احتمالية لإقدام حركة حماس على ما أقدمت عليه في 7 من أكتوبر لكن الجيش الإسرائيلي أو فرقة غزة لم تأخذ الموضوع على محمل الجد هذه الوثائق إن صحت بداية فهذا معناه أننا نتحدث عن يعني ليس إخفاق فقط من قبل الجيش الإسرائيلي في الحصول على المعلومات ولا إخفاق في توظيف هذه المعلومات وإنما مسألة مرتبطة بالتخصير وهذه لا تأخذ من جوانب الخلل في إسرائيل وإنما تأخذ من جوانب الفساد في المؤسسات العامة لكن التقديرات أتصور أنها في إسرائيل مخالثة لهذا الافتراض بمعنى أنها تتعامل مع مثل هذه التسريبات على أنها جزء من حرب داخلية إسرائيلية ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري ولا تعكس بالضرورة الحقائق لأنه لو كان فعلا هناك وثائق يعني متيقنة من إمكانية إقدام حركة عماس على القيام بالسابع من أكتوبر بكل التفاصيل التي وردت في التسريب من حيث أعداد الأسرى الذين يمكن أسرهم ومن حيث كيفية التعامل معهم وما إلى ذلك من تفاصيل والمؤسسة العسكرية لم تتعامل مع هذا الموضوع بجدية لن يبقى الكثير من المسؤولين في مواقعهم نحن لا نتحدث عن دولة يسيطر عليها يعني مجموعة متنكدة دكتور بلال ألا يطرح ذلك تساؤلا إن كانت ربما إسرائيل تريد هذه العملية؟ لا ليس هذا هو الاستنتاج الاستنتاج أن إسرائيل لديها تخمينات دائمة بإمكانية قيام الفصائل الفلسطينية بعمليات لكن ليس لديها هذه التفاصيل الدقيقة التي تبث على وسائل الإعلام وهنا ربما أنتم على هذه الشاشة أشارتم في أكثر من مرة إلى أن جزء من تفاصيل هذه العملية كانت في أحد المسلسلات الدرامية التي بثت على فضائية فلسطينية بمعنى أن الأمر ليس سرا بالقول بأن الفصائل الفلسطينية في قطع غزة كانت تسعى للقيام بعمليات ضد إسرائيل هذا أمر سرح به من قبل قيادات هذه الفصائل بشكل واضح وعلني يعني من يعود إلى أرشيف التصريحات سيجد أن هناك حديث واضح أنهم سيقوموا بهذه العمليات مسلسل أنتجته حركة حماس تعطي فيه تفاصيل تشبه هذه التفاصيل التي تمت هل كانت تريد إسرائيل هذا المنضوع؟ لا إسرائيل بكل تأكيد في نهاية المطاف لا تريد عملية من هذا النوع تهشم صورة الردع وهيبة الردع لديها لكن إسرائيل استطاعت توظيف هذه العملية للقيام بما قامت به بقطاع غزة حتى هذه اللحظة من تدمير ومن يعني إعادة قطاع غزة يعني عصور إلى الوراء تبدأني أنتقل معك إلى تطورات المشهد في إسرائيل بعد حل مجلس الحرب مجلس الحرب الإسرائيلي حين أنشئ أنشئ لسببين أولا أن يكون عنوانا للوحدة الإسرائيلية في مرحلة تقلبات سياسية شهدتها إسرائيل إثر الإنقلاب القضائي أو محاولات الإنقلاب القضائي السبب الثاني أنه أريد لمجلس الحرب أن يكون غطاءا يعطي شرعية للعمليات العسكرية في ظل غياب الجنرالات عن حكومة بن يني نتنيا لذلك إدخال بني جانس وأيزنكوت إلى هذا المجلس يعطي هذه العملية الشرعية من الناحية العسكرية مع مضي الوقت بعد أسابيع من الحرب فقدت إسرائيل العنصر الأول بمعنى لم يعد مجلس الحرب عنوانا للوحدة والوفاق الوطني الإسرائيلي أصبح مجلس الحرب عنوانا للفرقة والخلافات ومن يريد أن يتعرف على الخلافات الإسرائيلية ينظر إلى العلاقة ما بين بني جانس وبن يني نتنياهو داخل مجلس الحرب الإسرائيلي الآن بعد انسحاب بني جانس وأيزنكوت من مجلس الحرب فقد العنصر الثاني العنصر الثاني وهو الغطاء لهذه العمليات من الناحية العسكري إذن ما المسوغ وما المبرر لبقاء مجلس الحرب فقد السببين الأساسيين لوجوده لتشكيله هذا الأمر هو الذي يفسر عملية تفكيك مجلس الحرب الإسرائيلي من قبل بني جانس ولا أظن أن المسألة مرتبطة بمطالبات بنكفير بالدخول إلى هذا المجلس وإنما مرتبطة بفقدان هذا المجلس لقيمته السياسية في هذا الإطار صحيفة الغاردين تعنون اليوم أنه لم يكن لمجلس الحرب صلاحيات عدة وهو أمر واضح ولكن تقول لم يكن لدى حكومة الحرب سوى القليل من السلطة ولكن زوالها ألحق ضررا حقيقيا بنتنياهو وهنا أتوقف معك عند الضرر ما الضرر الذي ألحق فعليا بنتنياهو بعد حل مجلس الحرب عدة أمور الأمر الأول أن بني مين نتنياهو لم يعد بمقدوره أن يحاجج ويدعي بأن الحكومة الحالية حكومة الطوارئ حكومة وحدة وتوافق وتمثل جل الشارع الإسرائيلي المسألة الثانية أن أي قرارات تتخذ على المستوى العسكري الاستراتيجي سواء فيما يتعلق بغطاء غزة أو لبنان لن تكون يعني معطى هذا الغطاء من الشرعية العسكرية لأنها صادرة من الحكومة تفتقد إلى شخصيات وازنة وقوية من الناحية الاستراتيجية والعسكرية ولذلك سيشكك في قراراتها على المستوى الدولي وفي قراراتها على المستوى الداخل الإسرائيلي كيف يمكن للشارع الإسرائيلي أن يثق بقرارات صادرة من مجلس وزاري مصغر يضوم شخصيات مثل بينكفير وسموتريج لذلك لم يخدمه في الجيش الإسرائيلي وليس لديهما خبرة في العمل العسكري الأمر الذي دفع بن يمين نتنياهو لتشكيل مجلس كما تعرفون ومجلس القضايا الحساسة والمجلس الاستشاري لاستدراك أي خسائر بسبب عملية حال مجلس الحرب الإسرائيلي نرى لبيد عم المعارضة يخرج بتصريحات تصعيدية يقول أنه يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو تعليقا على حل المجلس الحرب يقول أنه ليس فقط حل المجلس ولكن يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو وهذا الأمر ممكن في هذا الإطار أتوقف معك عند الدور الذي يمكن أن تلعبه المعارضة الإسرائيلية في هذه المرحلة تحديدا المعارضة الإسرائيلية حتى تحيل مطالبتها من دائرة المستحيل إلى دائرة الممكن تحتاج إلى عدة نقاط جديدة تضاف إلى ما هو موجود لأنه إذا بقيت في ذات المستوى الاحتجاجي وهو الاعتصام في قلب المدن أو المسيرات من شارع إلى شارع والاكتفاء بهذا العمل الذي أصبح شبه إسبوعي في إسرائيل لن تؤدي إلى ضغط حقيقي على حكومة بن يمين نتنياهو لا بالذهاب إلى صدقة ولا بحل هذه الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة إذن ما هي الأمور الجديدة التي تحتاجها؟ تحتاج إلى عدة عوامل أولا تغيير في هذه المسيرات من حيث العدد لن تكون هذه المسيرات والاحتجاجات ضاغطة مدام أن الأعداد حتى هذه اللحظة بالآلاف وهذا مقارنة بالأعداد فيما قبل السابع من أكتوبر لذلك لابد للقيادات السياسية التي انسحبت من مجلس الحرب الإسرائيلي أن تقوم بعملية حشد للجمهور الإسرائيلي وهذا الحشد بناء على وجود شخصيات مركزية الآن خارج الحكومة مثل بني جانس كنقطة تمركز يمكن أن ترتف حولها الجماهير ومتغذية ومتسلحة بتصريحات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي الذي أعلن خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة أن العملية العسكرية استنفذت نفسها وأنه لا يمكن تحرير الأسرة والمحترزين لدى الفصائل الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية ومع إلى ذلك من تصريحات تقزم من إمكانية تحقيق منافع كبرى من العملية العسكرية هذا الأمر كله يمكن أن يغذي الشارع الإسرائيلي الذي آثر البقاء في البيوت وعدم الاحتجاج على الحكومة الإسرائيلية نتاجا لخطابات عديدة قدمت منذ السابع من أكتوبر ربما يخرج إلى الشارع وتكون نقطة تحول جوهرية هذا من حيث العدد من حيث النوع الأشكال الاحتجاجية في إسرائيل والتي تنسجم مع النظام السياسي الإسرائيلي ليست فقط مسيرات واعتصامات وإنما هناك أشكال أخرى أكثر فاعلية لم تصل إليها إسرائيل حتى هذه اللحظة إلا في مراحل ما قبل السابع من أكتوبر وهي الإضرابات المفتوحة عن العمل إغلاق المؤسسات وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بدخول النقابات والقطاع الخاص هل توقعون الوصول إلى هذه المرحلة دكتور بلال؟ نعم من الممكن الدخول إلى الوصول إلى هذه المرحلة لأن هناك مؤشرات عليها المؤشرات أن بعض العديد من رؤساء البلديات طالبوا بالذهاب إلى صفقة العديد من الشركات في القطاع الخاص أعطت إجازات لموظفيها للمشاركة في المسيرات ومن يعطي موظفيه إجازة للمشاركة في المسيرات في يوم الأيام من الممكن أن يدفع القطاع الخاص إلى إغلاق البلاد إلى إعلان الإضراب المفتوحة وبالتالي تصبح هذه الاحتجاجات تمس كل الشرائح المجتمعية في إسرائيل بما يضغط بشكل واضح وجلي على من يمين نتنياو الأهم من هذه الأمور النقابات النقابات أقصد بذلك النقابات الحيوية هنا نقول مثلاً إغلاق قطاع المواصلات إغلاق قطاع التعليم أو أي قطاعات أخرى حيوية يمكن أن تضغط فعلياً على من يمين نتنياو بما يدفعه إما باتجاه تمام الصفقة أو باتجاه الدعوة إلى الانتخابات الممثلة